مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحف وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنونت جيشنا العتيد مناط فخر الأمة حيث جاء في تفاصيل هذا المقال هناء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السيد شنغريحة ومن خلاله كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة الفين وعربعين وعشرين جاء في نص التهاني تخوضون باقتدار تحديات التكوين والتأهيل والسعي الدؤوب للتمكن من أدوات وقدرات الجاهزية العملياتية لمواجهة الرهانات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتكيف مع متطلبات المرحلة إقليميا ودوليا وما تقتضيه من أهبة واستعداد لقواتنا المسلحة الباسلة وجيشنا العتيد مناط فخر الأمة دفاعا عن حدودنا وردعا لكل أشكال المخاطر والأفات المحدقة بمجتمعنا وكل أصناف تهديد لأمننا القومي يقول المقهل إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال آخر هذه أبرز الإعفاءات الضاربية المقررة سنة 2024 حيث تطرق المقال إلى ما تضمنه قانون المالية لسنة 2024 من جبلة من التدابير الضاربية الرامية أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الأعمال يقول المقال ويتعلق الأمر بشكل خاص بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك وهذا إلى غاية 31 من شهر ديسمبر 2024 لعمليات استيراد وبيع البقليات والأرز الموجهة للاستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة والبيض والدجاج واللحم والديك الرومي المنتجة محليا يقول المقال كما يعفي الدقيق العادي والمنتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة وتمديد الأجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصوية لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية واقتنائها من السوق الوطنية من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر شرفة كسبنا رهان مكافحة الحمى القلاعية أسواق الماشية تفتح قريبا حيث أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة بأن مصالح دائراته الوزرية كسبت رهان مكافحة مرضى أو مرضى الحمى القلاعية الذي ظهر مؤخرا بتلقيح أكثر من سبعين بالمئة من الثروة الحيوانية المعنية بهذه العملية في ضرف وجيز مواطحا في ختام زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية الصيف أن عملية التلقيح مستمرة في إطار حماية الثروة الحيوانية كشفا بأنه سيتم قريبا فتح أسواق الماشية من جديد وذلك بفضل جهود التقنيين والبياطرة وكذا المربين الذين قدموا كل التسهيلات وتجندوا بقوة لإنجاح هذه العملية إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا عمار بن جامع يجب الوقوف ضد مخطط التهجير القصري للشعب الفلسطيني من على أرضه حيث أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع أمس أن ما يحدث في قطاع غزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية مثل ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأضاف ذات المتحدث أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني يهدف إلى تنفيذ مخطط تهجير الأهالي خارج ديارهم وهي سياسة يكثر من يدعمها بين مسؤولية الاحتلال وذلك لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغ أراضيها من سكانها وأوضح بن جامع أن مخطط التهجير القصري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم وهذا المخطط سيكون مصيره الفشل يقول ويجب أن يكون موقفنا واضح لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم يقول حسب ما جاء في هذا المقال عنوان آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيها الأمين العام لجمعتي الدول العربية يتباحث الأزمة في السودان مع العمامرة حيث استقبل أحمد أبو الغيظة الأمين العام لجمعتي الدول العربية أمس رمطان العمامرة مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان وخلال اللقاء هنأ أبو الغيظ العمامرة على توليه منصبه مؤكدا على ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع كافة الأطراف من أجل محاولة التوصل إلى حل حالة للأزمة السودانية وحسب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة فقد أكد أبو الغيظ على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل ومن جهته عرب العمامرة عن تفهمه الكامل لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية موقع الخبر أونلاين عنوانا في مقال آخر قصف اليمن الجزائر تعبر عن قلقها حيث أعربت الجزائر عن قلقها البالغ وأسفها جراء القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية وأكدت بأن هذا التصعيد الخطير سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بدلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل لصراعي في اليمن وجددت الجزائر في بيان وزارتها الخارجية أمس الجمعة تأكيدها بأن مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر لا يمكن معالجتها بتجاهل الرابط الواضح الذي يراها الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر في قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر كاملة وما أثاره هذا العدوان الظالم من مشاعر في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء إلى موقع الإذاعة الذي عنونا جيجل الشروع في التجارب الأولية لمركب سحق البذور الزيتية أبريل المقبل يقول حيث كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس بجيجل بأنه سيتم الشروع في التجارب الأولية لمركب سحق البذور الزيتية ببلدية الطاهير شهر أبريل المقبل على أن تنطلق عملية تسويق الزيت شهر يونيو الفين واربعين وعشرين وأوضح الوزير أن الأشغال تسير بوتيرة حسنة وفق الأجال المتفق عليها في وقت سابق مبرزاً الإهتمام الكبير الذي توليها السلطات العليا في البلاد للمشروع الذي سيساهم بمجرد دخوله حيز الخدمة في تلبية حاجية السوق الوطنية من زيت المائدة إلى موقع الجزائر الآن الذي عنونا في مقال آخر تزكية فاتح بطبيق رئيساً لحزبي جبهة المستقبل حيث تم تزكية فاتح بطبيق رئيساً لحزبي جبهة المستقبل يقول هذا المقال وأكد بطبيق في كلمة له الشعب الجزائري لابد أن يذوق ثمار الإصلاح على رأسها الإصلاح السياسي حسب ما جاء في هذا المقال وأضاف بطبيق أيضاً تبني علينا هذه المرحلة أن نكون نصرة حسنة واهتماد أسلوب نشط أساسه حوار دائم بين مختلف الفاعلين ونصغي لانشغالات الشعب يقول بطبيق مضيفاً نتمنى المزيد من التقدم والإزدهال لمسيرة الحزب وستواصل الجبهة هل مسيرة العطاء والنضال إلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة الذي عنونا في العدوان المتواصل على قطاع غزة قصف واشتباكات بخان يونس والجيش الأمريكي يستهدف الحوثيين لليوم الثاني حيث يقول هذا المقال مع دخول الحرب على غزة يومها التاسع والتسعين شهدت خان يونس جنوب القطاع قصفاً مكثفاً واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت خسائر وإصابات جديدة وفي تطور آخر مرتبط بالحرب على غزة وبعد استماعها لمرافعات لممثلي جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني تبحث محكمة العدل الدولية حجج الطرفين في الدعوة المرفوعة ضد تل أبيب بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة يقول هذا المقال إلى موقع القدس العربي الذي عنونا ست قارات وخمسة واربعون دولة ومئة وعشون مدينة تعلن السبت تضامنها مع فلسطين وترفض الحرب على غزة حيث تشهد قارات العالم يقول المقال اليوم السبت أكبر تظاهرات احتجاجية في العالم على استمرار الحرب في غزة ويتوقع المنظمون مشاركة حشد كبير في التظاهرة الاحتجاجية السابعة التي تجري في لندن منذ بداية العدوان على غزة وأصدر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بيانا قال فيه أنه بموازات مع جلسات محكمة العدل الدولية للاستماع للتهم الموجه للاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة في غزة ما يشير إلى تحول عالمي كبير في مواجهة الاحتلال إلى موقع سبوتنيك عربي الذي عنونا وزير العدل الفلسطيني مرافعة الاحتلال الإسرائيلي سياسية والمحكمة ستصدر تدبيرا مؤقتا لوقف الحرب خلال أسبوعين يقول المقال حيث تطرق إلى مقاله وزير العدل الفلسطيني محمد أشلالدة أمس الجمعة أن مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي كانت قوية ومستندة إلى أسوس القانون الدولي وأضاف في مقابلة مع سبوتنيك أن المرافعة الصهيونية كانت هشة وضعيفة ولم تستند إلى أي أساس أو حجة في القانون الدولي حيث استندت فيها إلى التذرع بحق الدفاع عن النفس وهي حجة باطلة قانونيا لأنها لم تكن بين الدول كاملة السيادة وتوقع الوزير الفلسطيني يضيف المقال أن تتخذ المحكمة قرارا بالتدابير المؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي ملزمة شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية يقول المقال إلى موقع الميادين الذي عنونا في مقال آخر أمواجها البحر الأحمر تنقل المواجهة إلى مستوى جديد هل تتحمل واشنطن نصيحة الميدان بعد عدوان جوي واسع شمل 73 غارة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وسعدة وأدت إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من عناصر القوات المسلحة اليمنية نقلت الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الدائر في المنطقة إلى مستوى جديد يقول المقال فلا محور المقاومة سيرتدع عن دوره في مسندة المقاومة الفلسطينية ولا هذه الضربات ستمنع تطور الحرب وتدحرجها على المستوى أو مستوى المنطقة بل على العكس من ذلك ربما تكون الولايات المتحدة اليوم دفعت المواجهة إلى مستوى جديد ستظهر ملامحه وحدوده في الأيام المقبلة يقول المقال وختاما من موقع الاندبندنت عربية الذي عنونا في الشأن السوداني اليونساف حرب السودان كارثة جيلية ضحاياها 24 مليون طفل حيث أكدت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف في السودان منديب أوبريان أنه إذا استمرت الحرب بين الجنرالين المتنازعين على السلطة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو فإن كارثة جيلية ستحدث في البلاد أولى ضحاياها 24 مليون طفل سوداني في مقابلة مع وكلة الصحافة الفرنسية يقول المقال قالت أوبريان أن النزاع في السودان يعرض مستقبل البلاد لخطر فقرابة 20 مليون طفل لن يذهبوا إلى المدرسة هذا العام إذ لم يكن هناك تحرك سريع يقول المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولة عبر الصحف لنهري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة